بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت حبات الزورة الصفراء في الحلم فهذا يدل على الأموال المدخرة والمحفوظة الزورة الصفراء المشوية في الحلم بتدل على هناء العيش والرضى به كما بترمز رؤية الزورة الصفراء المسلوقة في المنام إلى الشفاء من الأمراض والتعافي الزورة البيضاء في الحلم بتدل على البرقة في النعم والأرزاق وبتشر رؤية الزورة الصوداء في المنام إلى الهموم والغموم والمرور بظروف السيئة أما رؤية الزورة الخضراء في الحلم بتدل على زيادة الخيرات وغفرة النعم ومن رأى الزورة ملونة في المنام فهذا بيدل على الأرزاق والسرور ومن رأى أنه يحضر رقائق الزورة في الحلم فهذا بيدل على السعي لكسب المال الوفير ومن رأى أنه يحضر رقائق الزورة مع الحليب في المنام فهذا يدل على صحة الرزق في الدنيا ورؤية عمل رقائق الزورة مع الدجاج في الحلم بتدل على الأرباح السريعة من الأعمال زي التجارة حلم إطعام رقائق الزورة لطفل رضيع بيدل على البداية بعمل جديد ورؤية إطعام رقائق الزرة لمريض في المنام بتدل على شفاءه من الأمراض شراء رقائق الزرة في الحلم دليل على الاستقرار والمنفعة مرة أنه يبيع رقائق الزرة في المنام فهذا يدل على الخسارة والفكر والله أعلم تأشير الزرة في الحلم دليل على حل المشاكل وزوال المعاقات مرة أنه يؤشر قوز الزرة الخضراء في المنام بيدل على التعب أو الخروج من العسر لليسر أما رؤية تأشير كوز الزرة الصفراء في الحلم بيدل على انتهاء المشقة رؤية تأشير كوز الزرة اليابس في المنام بيدل على التخلص من المتاعب والهموم تأشير الزرة في الحقل في المنام بيدل على تخطي المشاكل في تجارة أو عمل إذا رأيت أنك تكون بتأشير الزرة في بيتك فهذا الحلم يدل على الخروج من محنة حلم تأشير الزرة لسلقها يدل على حسن التدبير للشؤون المنزلية أما من رأى أنه يؤشر الزرة لبيحها في المنام فهذا بيدل على حسن التخطيط في العمل والله أعلم ورؤية سلء الزرة في المنام بتدل على المساعي الكثيرة لكسب المال القليل مرة أنه يسلق الزرة الصفراء في الحلم فهذا يدل على صعوبة نيل الرسق رؤية سلء الزرة البيضاء في المنام بتدل على تسهيل المكاسب والأرزاق حلم سلء الزرة الملونة بيدل على جني الربح الكثير رؤية سل الزرة ونتجها في المنام بتدل على الوصول للمسيح والمراد من رأى انه يسلق الزرة ولا تنضج في الحلم فهذا يدل على عدم انه يلوه مرامه اذا رأيت انك تسلق الزرة على حطب في المنام فهذا بيدل على بذل التعب والجهد الكبير في الاعمال اما رؤية سل الزرة بمياه ملونة في الحلم بتدل على كذب المال الحرام قليل الزرة في المنام دليل على الاسراف والتبذير مرأة الزرة تحترك عند عمل الفشار في المنام فهذا بيدل على ضياع الاموال بسبب سوء التدبير شوي الزرة في المنام بيدل على تحسن المعيشة والاحوال مرأة انه يشوي الزرة الصفراء في الحلم فهذا بيدل على الزيادة في الرزق رؤية شوي الزرة البيضاء في المنام بتدل على تحقيق النجاح والاماني بتشير رؤية شوي الزرة الملونة في الحلم على الغنى والصراء رؤية شوي الزرة ونتجوها في المنام بتدل على تحقيق المخططات والمساعي مرة أنه يشوي الزرة وتحترك في الحلم فهذا بيدل على سوء الأوضاع الاقتصادية إذا رأيت أنك تشوي الزرة على الحطب فهذا يدل على صعوبة تحقيق المراد رؤية شوي الزرة في الفرن في الحلم بتدل على تحمل المشقات والمتاعب كمان بنقول ان اكل الزورة في المنام بيدل على الرزق وتحقيق الاماني مرة انها يأكل الزورة المسلوقة في الحلم فهذا بيدل على حصوله على ما سعى اليه رؤية اكل الزورة المشروعة في المنام بتدل على تسهيل امور الرائي بتشير رؤية اكل الزورة المقلية في الحلم الى دفع سمن ما يريد غالي وحلم اكل رقائق الزورة بيدل على السعادة والسرور اكل الزورة النشفة في الحلم بيدل على مواجهة المشقات والصعوبات في الكذب إذا رأيت أنك تأكل الزرة الفاسدة في الحلم فهذا يدل على الكذب بطرق غير مشروعة ورؤية أكل الزرة الصفراء في المنام بتدل على رزق قليل المنفعة مرة أن يأكل الزرة البيضاء في الحلم فهذا يدل على الرزق الأوفر حلم أكل عرنوس زرة بيدل على جني الأرباح والأموال ورؤية أكل خبز الزرة في المنام بتدل على المرور بضيق وقرب طيب رؤية شراء الزرة في المنام بتدل على قضاء الحوائق وتحقيق المراد مرة أنه يشتري الزرة مستوئة في الحلم فهذا بيدل على تسهيل الرزق رؤية شراء الزرة المشروعة في المنام بتدل على الراحة في السعي حلم شراء زرة الفشار بتدل على السعي في التغيير شراء الزرة السفراء في الحلم بتدل على السعي الكثير والكذب القليل رؤية شراء الزرة الخضراء في المنام بتدل على الأرباح الوفيرة شراء أكواز الزرة في المنام بتدل على الدخول بأعمال شقة مرة أنه يشتري الزرة مكشرة في الحلم فهذا بيدل على الدخول بأعمال خالية من المشاكل والصعوبات رؤية شراء خبز الزرة في المنام بتدل على غلاء الأسعار مرة أنه يشتري زيت الزرة في الحلم فهذا يدل على العلم والبرقة والهدى رؤية إعطاء الزرة في المنام بتدل على تقديم المساعدات والعون للآخرين مرة أنه يعطي حبوب الزورة لأحد في الحلم فهذا يدل على إعطاء المال للآخرين رؤية إعطاء عرانيس الزورة في المنام بتدل على إخراج الزكاة حلم إعطاء خفز زورة بيدل على القرى وملجود رؤية إعطاء زيت الزورة لأحد في المنام بتدل على حسن المعاملة مع الآخرين إعطاء الزورة للشخص تعرفه في المنام بيدل على تقديم المساعدة له مرة أنه يعطي الزورة للشخص اللي يعرفه في الحلم فهذه يدل على العمل الصالح رؤية إعطاء الزرة لشخص قريب في المنام بتدل على توزيع الإرث مرة أنه يعطي الزرة لصديقه في الحلم فهذه يدل على وقوفه معه في المحن أما رؤية إعطاء الميت الزرة في المنام بتدل على الهموم والضيق مرة أنه يعطي الميت حبوب الزرة في الحلم فهذه يدل على ضياع الرزق رؤية إعطاء الميت عرانيس الزرة في المنام بتدل على الخسارة في الأموال حلم إعطاء الميت خبز زرة يدل على ضيق الأحوال وتعصر الأمور إعطاء الميت الزرة اليابسة في الحلم بيدل على الفقر وسوء المعيشة رؤية إعطاء الميت الزرة الفاسدة في المنام بتدل على ارتقاب المعاصي والزنوب إعطاء الميت الزرة الخضراء في الحلم بيدل على زوال النعم والخيرات زراعة الزرة في المنام بتدل على الأعمال في الدنيا الرائع مرأة أنه يزرع الزرع في أرض قاحلة في الحلم فهذا يدل على المساع التي لا نفع منها رؤية زراعة الزرع في أرض خضراء في المنام بتدل على مضاعفة الأرزاق والأرباح حلم زراعة الزرع في البيت تدل على دخول الرزق إليه حلم احتراق زرع الزرع يدل على ذهاب الأموال رؤية فساد زرع الزرع في المنام بتدل على سوق الأفعال مرأة أنه زرع الزرع يابس في الحلم فهذا يدل على التقصير في المساعي مرة أنه يزرع الزرة ويسقيها في المنام فهذا يدل على حسن السعي والعمل أما حصاد الزرة في المنام بيدل على تسير العسير والرزق العاجل مرة أنه يحصد الزرة الملونة في الحلم فهذا يدل على نيل الأمان والأهداف حصاد الزرة الخضراء في الحلم بيدل على الاستعجال بطلب الرزق إذا رأيت أنك تحصد الزرة الصفراء في المنام فهذا يدل على الرزق الكويس أما رؤية الناس يحصدون الزرة في المنام بتدل على قصرة الفوائد بين الناس مشاركة الآخرين في حصات الزرة في الحلم بيدل على الأجور والحسنات أما من رأى الشخص يعرفه يحصد الزرة في الحلم فهذا يدل على تحسن أحواله وأموره وحلم شخص غريب يحصد الزرة بيدل على الفرج القريب تفسير رؤية الزرة في منام الرجل رؤية الزرة في منام الرجل بتدل على الأرزاق القليلة والأعمال الكثيرة إذا رأى الرجل أنه يأكل الزرة في الحلم فهذا يدل على الزيادة في كذبه ورؤية الزورة الصفراء في المنام للرجل بتدل على تحمل العناء لتحقيق المكاسب حلم كزان الزورة الخضراء للرجل بيدل على الخير الوفير أما تأشير الزورة في المنام الرجل بيدل على تجاوز العراقيل التي تقف أمامه من رأى أنه يشوء الزورة في الحلم فهذا بيدل على مضعف جهوده لزيادة أمواله رؤية شراء الزورة في المنام للرجل بتدل على الأعمال الجديدة المربحة أما من رأى أنه يعطي الزرة لشخص في الحلم فهذا يدل على صلاح أعماله حلم زراعة الزرة وسقيها للرجل بيدل على تعبه وشكاؤه لنيل المكاسب أما رؤية حصاد الزرة في المنام للرجل بتدل على تحقيق الأرباح والفوائد تفسير رؤية الزرة في منام العزباء ورؤية الزرة في منام الفتاه العزباء بتدل على السعادة والوفرة وإذا رأت الفتاه العزباء أنها تأكل الزرة الناضجة في الحلم فهذا يدل على وصولها لما تريد وتسعى إليه ورؤية أكل الزرة غير ناضجة في منام العزباء بتدل على فشلها في تحقيق الطموح أما رؤية أكل رقائق الزرة في الحلم للعزباء بتدل على الرفاهية في عشها طيب ألي الزرة في منام العزباء بتدل على إسرافها وعدم تحملها المسئولية أما إذا رأت الفتاه العزباء أنها تسلق الزرة في الحلم فهذا يدل على سعيها وعملها بجد طيب رؤية شراء الزرة المشوية في منام العزباء بتدل على الروحة في عشها أما إذا رأت الفتاه العزباء حبيبها يعطيها الزرة في الحلم فهذا يدل على حسن المعاملة وقرمه طيب حلم زراعة الزرة للعزباء بيدل على الزواج القريب رؤية حصاد الزرة في المنام للعزباء بتدل على تحقيق الأمان والطموحات تفسير رؤية الزرة في منام المرأة المتزوجة رؤية الزرة في منام المتزوجة بتدل على سعيها للعيش إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تأكل الزرة الصفراء في الحلم فهذا يدل على مساعدة زوجها في الخروج من الضيق رؤية أكل الزرة البيضاء في المنام المتزوجة بتدل على كسب المال الحلال رؤية إطعام ركائك الزرة للإبن في الحلم بتدل على حسن الرعاية أما الزرة المشوية في المنام للمتزوجة بيدل على اتساع المعيشة ورغضها أما إذا رأت المرأة المتزوجة الزرة مسلوقة في الحلم فهذا بيدل على تجاوز المحن والأزماء رؤية شراء الزرة الناضجة في المنام للمتزوجة بتدل على توفر الظروف المعيشية الجيدة أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تعتزوجها الزرة في الحلم فهذا يدل على الإحسان والطاعة حلم زراعة الزرة في حديقة المنزل للمتزوجة بتدل على الحمل القريب ورؤية حصاد الزرة في المنام للمتزوجة بتدل على السعادة والسرور أما تفسير رؤية الزرة في منام المرأة الحامل بنقول هنا إذا رأت المرأة الحامل إنها تأكل الزرة الصفراء في الحلم فهذا يدل على تجاوز التعب والعناق رؤية أكل الزرة الفاسدة في المنام للحامل بتدل على المرور بمشاكل صحية ورؤية خبز الزرة في الحلم بيدل على المرور بتعب شديد تحميص الزرة في المنام للحامل بيدل على متاعب الحمل أما إزارات المرأة الحامل إنها تسلق الزرة على نار هادئة في الحلم فهذا يدل على تأخر الولادة ورؤية شراء الزرة الملونة في المنام للحامل بيدل على السعادة والفرح بحملها أما إزارات المرأة الحامل إنها تشتري رقائق الزرة في الحلم فهذا بيدل على قرب موعد الولادة أما تفسير رؤية الزرة في المنام للمطلقة إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل الزرة في الحلم فهذا يدل على وجود مصدر رزق ورؤية أكل خبز الزرة في المنام للمطلقة بتدل على قلة كذبها ودخلها ورؤية قصب الزرة الأخضر في الحلم للمطلقة بتدل على الزيادة في الخيرات إعطاء الميت الزرة في المنام للمطلقة بيدل على همومها الكبيرة وأحزنها أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تأخذ الزرع من الميت في الحلم فهذا يدل على رزقها من حيث لا تحتسب رؤية شراء الزرع المسلوقة في المنام للمطلقة بتدل على زوال المتاعي والهموم أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تشتري الزرع المشروع في الحلم فهذا يدل على تبدل أحوالها للأفضل ودي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته